الآن الكاميرا تتواجد في أحد الأحياء المعزولة التي هي من ضمن الستة الأحياء التي أعلنت في السابق عن عزلها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة هذا الحي هو حي شارع المنصور المسمى بحي الهندوية عندها المكة طبعا ويعني اليوم تم استدعاء وحدة من وحدات الحرس الوطني بالطائف لدعم الجهات الأمنية هنا في العاصمة المقدسة ولدعم ومساندة الدوريات الأمنية والنقاط الأمنية هنا في بعض النقاط في مكة المكرمة بطبيعة الحال الحرس الوطني اتجه من الطائف حتى وصل اليوم إلى مكة المكرمة وهم الآن يعني يتواجدون في هذه النقطة بعضهم الآن كما تتابعون خليل في هذه النقطة عدد من أفراد وضباط الحرس الوطني بالمدرعات وبالسيارات الخاصة بهم أيضا رجال الشرطة العسكرية هذه هي الجيوب الحمراء والبيضاء التي تقف أمامكم هي تتبع الشرطة العسكرية ويعني هذا الإجراء يبدو أنه إجراء احترازي جديد لفرض منع التجول في هذه المناطق ويبدو أن الرضا ليس بما يجب في اتباع قرار منع التجول هنا في هذه المناطق لذلك تم استدعاء قوات إضافية وهي الحرس الوطني لدعم التواجد الأمني في هذه المناطق نعيد خليل بأن الأمر يستلزم تعاون الإخوة المواطنين والمقيمين في هذه المناطق لإنفاذ قرار منع التجول ونشاهد كل يوم إجراء احترازي جديد وبعد أن تم الإعلان عن تمديد قرار منع التجول حتى إشعار آخر إذن يجب على الجميع الالتزام والتنفيذ لكل الأوامر والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار الآن طبعا خليل هذا الشارع هو من أحد الشوارع الرئيسية يعتبر في مكة المكرمة يقع عليه عدد من المجمعات التجارية وأيضا السكنية وهو شارع حيوي يتفرع منه أيضا أحياء وحوائر قديمة من مكة المكرمة ويسكن هذه الأحياء للتوضيح عدد من الجاليات الأفريقية غير العربية طبعا تقتن هذه الأحياء وهي تشهد كثافة بشرية عالية ولكن الآن قرار منع التجول فرض على الكل أن يكون في منزله وكما تتابعون خليل هذه الصور تعتيكم الآن من هذا الحي بمكة المكرمة ونشدد ونكرر خليل على الرسائل اليومية التي ترد من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية المسؤولة عن فرض منع التجول والالتزام أيضا بالتعليمات الطبية وخصوصا اليوم أنه سمعنا أكبر حصيلة لرصد حالات فيروس كورونا هي اليوم 472 حالة في المملكة 95 من هذه الحالات اليوم سجلت في مكة المكرمة بالآمس كان هناك أيضا عدد مهول في مكة المكرمة مائة و31 حالة إصابة فنرجو من أهل مكة كما يعني عرف عنهم التعاون والعمتثال للتعليمات بأن يعني يحرصوا دائما على منع التجول وعدم التحرك في الشوارع العامة في مدينة مكة المكرمة أو حتى في الشوارع الفرعية عدى بعض الحالات الإنسانية والعلاجية والطارئة خليل نسمح بها كحالة إنسانية لتجاوب مع هذه الحالات رجال العامة يعني يقدرون هذه المواقف الإنسانية ما في شك نرجو إن شاء الله السلامة والصحة والسعادة للجميع إن شاء الله خليل أود أن أشير أيضا بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف اليوم أيضا يعني بعثت برسالة وأصدرت بيان عبر موقعها الرسمي بأهمية التجاوب والتعاون مع التعليمات الصادرة من قبل الجهات الأمنية نعم تركي أعتقد أنه يعني مثل هذه الإجراءات وأخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي نعم كل تلك الإجراءات التي ذكرتها والتي نراها تباعا من كافة الجهات هي لسلامة وحفظ وصحة المواطنين والمقيمين شكرا لك تركي الأحمري كنت معنا من أحد الأحياء المعزولة في مكة المكرمة